اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله وهنقرأ مع بعض علشان نبدأ نترجم الكلام اللي فيه نبدأ كده بسم الله وعندي الـ Pre-Listening Question ده في سؤال ما قبل الاستماع ماذا ينبغي على السياح ان يشاهدوا او يفعلوا عندما يزوروا قريتك او مدنتك طبعاً Answers may vary الاجابات ربما تختلف وتتنوع ما بين شخص وشخص او يعني طبعاً يعني حضراتكم كمستمعين او مشاهدين طبعاً من اماكن مختلفة او محافظات مختلفة فبالتالي انا مش هيكون عندي اجابة سابتة لكن انا هعلمك تجاوبوا ازاي فانا ممكن اقول Tourses should see او ابدا واقول Tourses should do واقول هيفعلوا ايه هيجي بعدها فعل طبعاً لو هجيب فعل بشكل مباشر هجيب مثلاً فعل متضف له ing زي مثلاً ان انا اقول على سبيل المثال Tourses should see او ناون طبعاً ما فيهاش اي مشكلة سواء كان ناون عادي او ناون اللي احنا اقولنا بنجيبه من اسم او احنا بنجيبه من الفعل الاسم اللي بنجيبه من الفعل انا احط الفعل العادي ing فيحول الى اسمه دي تنقشنا فيها فالمرة اللي فاتت فهبدأ اقول مثلا Tourses should see the pyramids ادي دي ناون عادي او السياح يجب ان يشاهدوا الاهرامات Tourses should do مثلاً a tour ماشي when they visit my village or when they visit my city وهكذا وابدأ اقول ان لنا هستخدموا او المكان اللي قدروا يشوفوه او الشيء اللي قدروا يفعلوه وعلى شرط انا يعني مش مش شرط انا استخدم امسي ودور انا ممكن اقول go يعني Tourses should go مثلاً go swimming فيش اي مشكلة when they visit my city ممكن اقول Tourses should should go snorkeling or should go scuba diving when they visit my city طبعاً village قرية صغيرة ودي طبعاً في الاماكن اللي بتكون اللي احنا نقول عليها فطارق بيقول له Luke انظر Luke father انظر يا ابي Those tourists are lost السياح دول كده تايهين شكلهم تايهين فVerb to be plus lost معناها تايه فابو طارق يعني Yes we should help them نعم ينبغي علينا او يجب علينا ان نساعدهم Excuse me معذرة Do you need any help هل تحتاجون الى اي مساعدة فامرأة او سيدة من الاتنين السياح هترد عليه Oh thank you يا الهي شكراً We're looking for the tourist information center نحن نبحث عن مركز المعلومات الخاص بالسياح فابو طارق هيقول لها It isn't far from here ومش بايد من هنا But it is closed today nerede اليوم Close هنا is an adjective هي صفة فبيقولي is closed يعني مغلق Verb to be plus an adjective مش فعلا ملد deatharon او دي بمعنى اصح لأن طبعا close اخرها اي اصلا . فانا أحط لها دي بس فهي مش verbs لآ دي صفة عادي جدا لكنه مغلق اليوم هل نستطيع أن نساعدكم فراجل برضو لأننا اتفعنا أنهم تنسوا يا راجل وسد فالراجل هيقول له Thank you شكرا It's our first trip to Egypt You see دي أول رحلة لنا المصر You see أنت فهمني أنت متخيل يمان أنت متخيل يا بو طارق ماشي كده There is so much أنت متخيل يمان There is so much to see and do here يوجد العديد العديد من الأشياء نشوفها أو نفعلها هنا We don't know مش عرفين what to do first نفعل إيه أولا مش عرفين نعمل إيه We are interested in all the ancient sites احنا مستمتعين جدا أو نرغب في الاستمتع ب الأماكن القديمة and famous places والأماكن المشهورة Where do you suggest we start أين تقترح علينا أن نبدأ طبعا الـ question highlighted لأن إحنا مفروض النهاردة هنتعلم حاجات عن giving suggestions إعطاء الاقتراحات أو recommendations إن أنا أوصي شخص بفعل شيء ما Where do you suggest we start أين تقترح أن نبدأ فfather اللي هو أبو طوري يعني I suggest that you visit the museum أنا أقترح إن أنتم تزوروا المتحف Museum المتحف It's a good place هو مكان جاية To learn all about the things you will see at the ancient sites مكان جاية جدا هتتعلموا فيه عن كل الأشياء وهتشوفوا فيها أو كل الأشياء اللي بتشوفوها أو اللي هتشوفوها بقنا أصح At the ancient sites في المواقع أو الأماكن الأثرية القديمة فالسيدة هتقول له That's a good idea دي فكرة جاية When we're at an ancient site لما هنكون في مكان من الأماكن القديمة دي أو العتيقة أو الأثرية When we're at an ancient site Do you recommend a tour with a guide هل تقترح علينا أو هل ترشح لنا أو أنا لسه قيلها من شوية أننا عندي suggest يقترح و recommend يعني يوصي به هل توصي أن يكون معنا في الرحلة أو الجولة دي تكون بقايد يعني معنا مرشد سياحي ولا من غير مرشد سياحي تعالوا كده نشوف اللي بعد كده هنعمل فيه نستكمل مع بعض Father اللي هو أبو طارق ما ننساش Yes, that's a very good idea آخر حاجة كانت السألت وقالت له تقترح علينا أو أنت توصي إن يكون معانا تور جايد إن يكون معانا مرشد سياحي فقال لها Yes, that's a very good idea دي فكرة جيدة جدا يبن لما أنت توفق على اقتراحة أو توفق على حاجة أنت ممكن تقول That's a very good idea Yes, that's a very good idea The guides can tell you المرشدين الساحيني قدروا يقول لكم A lot of interesting things أشياء كتير شيقة about a place عن أي مكان عن مكان ما أي مكان هاتزرو I also recommend أنا أوصي أيضا بي You buy a guide book إنكم تشتروا كتاب استرشادي إذا بيبقى كتاب طبعا كلنا شوفنا مع السياح لو إحنا عبرنا السياح حبل كده بيكون في الأماكن اللي قدروا يزروها والخرائط الخاصة بالمدينة اللي هما بيزروها You can buy one at the tourist information center tomorrow when it opens أنتو تقدروا تشتري واحد بكرة من مركز المعلومات الخاص بالسياح لما يفتح بكرة فالراجل هايقوله أوكي حسنا We also want to go shopping إحنا برضو عايزين يروح لنا المسوق What's the best place to buy souvenirs ما هو أفضل مكان برضو نلاحظ إني السؤال والجملة هنا برضو highlighted والسؤال ده كمان highlighted What's the best place to وفيقي بعدها فعله في المصدر Oh what's the best place What's the best place to buy souvenirs نشتري في ما هو المكان الأفضل الذي نشتري منه هدايا تسكارية souvenirs أخذناها أبل كده Do you recommend going to the bazaar هل تقترح علينا أو هل توصي بالذهاب إلى البزار فطارق قال له ياس الولد بقى Yes, you should go to the bazaar انت يجب أو ينبغي عليكم الذهاب إلى البزار in the old part of the city في المدينة أو الجزء القديم من المدينة There are lots of crafts يوجد العديد من الأعمال الحرفية أو اليدوية أو حتى الشيء نفسه كمشترة الشيء اللي أنت هتشتريه ممكن يكون عبارة عن أعمال حرفية to buy there تقدر تشتريه هناك السيدة السائحة أترد that sounds good ذلك يبدو جيدا Oh, one more thing ما عليش عفوا حاجة تانية كمان Is there a good place to eat near the museum هل يوجد مكان جيد خلى بالك بردو السؤال highlighted Is there a good place to eat هل يوجد مكان جيد نأكل في near the museum بالقرب من المتحف It's nearly lunch time تقريبا وقت الغداء حل أو أتى and we're really hungry وحنا حقا جوا فطبعا المفهود أبو طارق يعمل معهم واقف بس يلا مش مشكلة أبو طارق هيرود The best place to try traditional Egyptian food أفضل مكان تقربي فيه خلى بالك بردو تقوم لـ highlighted يعني bold الأسود غامق شوية The best place أو عريض زي ما بنقول the best place to try traditional food أفضل مكان تقربي فيه الطعام المصري الشعبي Is the cafe opposite the museum الكافتيريا الأمام المتحف Have a good day أتمنى لكم يوما جيدا وخلع طبعا عشان ما أعزمهمش على حاجة الراجل هيقوله You too وأنت أيضا Thank you very much شكرا جدا تمام عندنا برضو The language notes على اللي احنا سمعناه بيقولي إن أنا ممكن أحط أداة استفهام زي 2 ويجي بعدها طبعا الفعل في المصدر لأن غالبية الحالات اللي فيها 2 بيجي بعدها الفعل في المصدر وبقولي إنه الصيغة دي بتستخدم إذا جاءت أداة استفهام في الجملة للتوضيح يعني على سبيل المثال We don't know what to do first نحن لا نعرف ماذا نفعل أولا أهي what to do first أنا حطيت what to زي do ما هوش سؤال كامل وما هوش هحط فيه علامة استفهام زي ما بنقول طيب اللانجوج نوت نومبر 2 suggest to recommend دول بيجو plus noun أو plus verb متضف له ing فعلا متضف له ing وده برضو بيبقى ناوين زي ما اتفادل مرة فاتت الاسم جيرند اللي هو الاسم من الفعل بجيب الفعل أحط له ing بقى ناوين يعني الاثنين واحد ولكن ده ناوين عادي زي ما نقول table زي ما نقول museum متحف وهنا بجأقول swimming أجأقول reading القراءة swimming طبعا السباحة وهكذا برضو suggest to recommend ممكن يجي بعد يوم that ما فيهاش اي مشكلة في الحالة لو حطيت that أنا احتاج subject subject ده ممكن يكون اسم صريح وممكن يكون ضمير يعني we they وهكذا يعني ما فيهوش اي مشكلة I يعني بس طبعا يعني نادرا او ما هستخدم I لاني في الاول هقول I suggest بس انا ممكن اقول she suggests هي بتقترح that I واجيب بعدها فعلة في المصدر ما عنديش اي مشكلة هقول انها بتقترح علي ان انا افعل كذا ما فيش اي مشكلة بس يعني انا برضو لازم اوضح ان احنا في الغالبية هنستخدم زي we زي she they وهكذا بلاز طبعا verb infinitive او زي ما بنقول infinitive verb عشان اقولها صح فعلة في المصدر طبعا كدن نشوف I suggest that حط that يبقى حط بعدها subject Ali visit انا اقترح اني علي ان علي يزور the museum فبعدما حط that يبقى لازم احط بعدها subject وبعدها الفعلة في المصدر do you recommend a tour هل توصي بجولة with a guide مع المرشد do you recommend going اهي يبقى ممكن جيب تناون هنا عادي جدا وممكن اجيب ناون برضو ولكن من اسم اسم هنا من الفعل ان انا اجيب go يذهب وتبقى الذهاب هل توصي بالذهاب الى البزار to the bazaar وهكذا do you recommend going to the bazaar وهكذا تمام كده مكملين مع language notes number three try plus verb plus ing يقرب لو نجيب تناون او try to و plus verb infinitive ويبقى معناها يحاول ان يبقى try plus verb ing دي معناها ويجي بعدها طبعا يعني verb plus ing او ناون برضو احنا متفقين او اس ودي تيجيب معنا يجرب او try to plus infinitive try to زائد فعل في المصدر لاني طبعا عندي two في غالبا بعدها الفعل في المصدر يحاول انت نشوفها you should try doing a sport يجب انك تقرب هنا عرفت من انها تقرب مش يحاول عشان get try جاي بعدها ناون الفعل هنا متضفل اي نجيفة قولنا برضو لسا يدينوا من شوية الاسم من الفعل doing you should try doing يجب ان تقرب يعني تقرب رياضة من الرياضات a sport you should try Egyptian food يجب ان تقرب الطعام المصري يحاول these tourists are trying to pay for the things they bought in a bazar هؤلاء السياح يحاولون الدفع يحاول ان يدفع يحاولون ان يدفعوا for the things للاشياء اللي اشتروها من البزار طيب help plus infinitive أو two plus infinitive بمعنى يساعد I always help my sister or my little sister انا دايما اساعد اختي الصغيرة study here lessons ان تدرس دروسها you should help tourist يجب أو ينبغي عليك ان تساعد السياح حطت ويجي برضو بعد الفعال في المصدر to count the right money ان يعدوا الفلوس بشكل صحيح أو the right money زي ما اتفقنا فاكاونت معناها يعد give me one two three four and so on طيب number five feel plus adjective feel زائد صفة وبتيجي معنى يشعر أو make plus object بيجي بعدها ضمير مفعول وممكن يبقس plus adjective plus infinitive ودي معناها يجعل تعالوا كده نشوف always make tourists feel happy اي ادي make وادي tourists المفعول بهم بعد كده يجي feel plus adjective زائد الصفة اللي اتنين هنا جايين مع بعض هو make وfeel always make tourists feel happy دائما اجعل السياح يشعرون بالسعادة المعلم هي خلي عادل يفعل الاكسرسيز التدريب مرة اخرى number six another plus اسم مفرد plus singular ناون وother بيجي بعدها اسم جمع طيب can you think of other ways ما لم حطيت other other بتيه مع الاسم الجمع other ways هل تستطيع ان تفكر في طرق اخرى لكي تساعدهم عايز اسمه مفرد فاقول انا عايز ألم اخر من فضلك فاناظر مع الاسم المفرد واظر مع الاسم الجمع تمام نستكمل مع بعض الكلمات الخاصة بليسنز three and four make suggestions يقدم اقتراحات ancient sites مواقع قديمة اثرية historical buildings مباني تاريخية concert حفلة موسيقية recommend يوصي او يرشح وقلنا ممكن ادفلاء ايدي مستحيل طبعا guidebook اللي هو الدليل او كتاب الارشاد سيما اتفقنا اللي بيبقى مع السياح assistant معاون او مساعد والشخص البائع كمان احنا بنقول عليه sales assistant على فكرة directions اتجاهات brochure لون منشور وطبعا بنستخدمها حتى برايك بقول اعايز البروشور لو سمحت في المطعم في اي hypermarket انا بشوف البروشور عشان اشوف العروض اللي فيه passport جواز الصفر passport نستكمل مع بعض الكلمات tourist سائح village قرية idea map خريطة الافكار suggest يقترح او suggested طبعا trip رحلة قصيرة museum مدحف tour جولة guide مرشد crafts الحرف او الصناعات اليدوية او حتى المنتجات المصنوعة اليدوية احيانا count counted اللي هي عد worry ويرد بحزة في الواقع يحط ايدي لو أحولها للماضي ومعنا يقلق train ticket تسكرة قطار train station محطة قطار probably من المحتمل design يصمم او الماضي designed encourage encouraged يشجع reason مبرر او سبب person شخص ticket office مكتب تذاكر owner مالك او صاحب archaeologist 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 يعني عالم اثار actor actress actor ممثل و actress ممثلة ومش ديك كلمة الوحيدة انا عندي برضو manager manager مدير مديرة عندي waiter الجرسون waitress جرسونة عندي head mister master راحتك مفيش مشكلة يتبقى head mistress اللي هي الناظر والنظرة حسب مش اول يعني مش اول كلمة تبقى المؤنذ بتاعها مختلف detective محقق diagram شكل توضيحي history تاريخ restaurant مطعم recipe وصفة للطعام ازاي تطبخ الشيء ده يعني tourist attractions اماكن الجذب السياحي underwater activity نشاط تحت الماء check والماضي منها checked يعني يفحص conjugations of irregular verse تصريفات الافعال الغير منتظمة make made made lose lost lost know new known tell told told buy bought bought think thought thought understand understood understood feel felt felt give gave given draw drew drawn come came come take took taken speak spoke spoken write wrote written تمام نستكمل مع بعض words and opposites الكلمة واكساها closed open start finish right wrong الw silent تكتب ولا تنطق careful careless true false famous أو known اللي هي مشهور تبقى عكساها unknown غير معروف أو غير مشهور interesting boring شيق وممل bad good answer ask important unimportant مهم غير مهم أو هام تبقى غير هام prepositions طبعا عشان هي والنوت دائما بيقف اسئلة الاختيرات talk to يتكلم مع أو إلى look for يبحث عن interested in خلى بالك دائما بتيجي interested in في الجزئية دي وطبعا بيبقى معناها مهتم بي learn about يتعلم عن add the ancient sites في المواقع الأثرية القديمة tell about يغبر عن what kind of ما نوع ask for يطلب popular with محبوب لدى خلي بالي اني في غير popular with popular for مشهور بي يعني المكان مشهور بكذا باني مثلا تقدر تشتري في كذا popular with بقى محبوب لدى محبوب لدى الجماهير المعينة محبوب لدى السياح وهكذا in pairs في ثنائيات يعني اثنين اثنين pay for او paid for يدفع ثمن شيء او الماضي منها paid وهو فاعل من الافعال الغير منتظمة walk away يمشي بعيدا at the station في المحطة in arabic او in english inside اللغة يبقى باللغة الفلانية يعني come from يأتي من where do you come from من اينا انت اتي انت منين from which countries من اي البلاد think of يفكر في in groups في مجموعات يبقى عندي in pairs في ثنائيات شغل الفصل حتى المستر بيأسمنا ثنائيات او in groups او work groups يعني في مجموعات تمام language expressions برضو بتيجي في اسألة الاختيارات ال MCQs اللي هي multiple choices questions خل بالنا عشان الموضوع يبقى سهل go بتيجي مع كل الافعال دي go shopping go for a walk go on a tour go into the country يدخل في الريف ده معناه تمام do things او do a quiz اللي هي يحل امتحان يعني يؤدي الاختبار يقوم بي وكوز طبعا امتحان صغير بي يعني بيقول verb to be لو am is are ده المقصوب بي am is are بيجي بعدها lost ده المقصود يعني there is so much too ويجي بعدها فعل في المصدر يوجد الكثير لكي لكي نذهب لكي نلعب لكي نأكل وهكذا give يعطي recommendations يعطي توصيات وبرضو give directions يعني يعني يوري الحد يمشي ازاي يمين في شمال take turns يتنامو بالأدوار او take a bus يأخذ اوتوبيز visit ancient sites a bazaar historical buildings a garden the old town يزور المدينة القديمة جميل كده تمام confusing words كلمات بتخلينا تلغبط النطق واحد تعريبا لبعضهم طبعا مش كلهم ولكن بلغبط عندي site موقع وسايت برضو اللي هو النظر دي موقع على الانترنت مثلا او موقع عمل ما فيش مشكلة discovery وإنفنشن الفرق ما بينهم discovery اكتشاف لشيء كان موجود اصلا من قبل وإنفنشن اختراع ده شيء لم يكن موجود من قبل ده الفرق ما بين discovery وإنفنشن history دي مادة التاريخ او التاريخ نفسه historical تاريخي وفي حاجة تانية برضو مش عايزين نتلغبت دلوقتي وإنها كلمة historic بس بس أنا مش عندي في المنحك فمش هدخرك في متاعات learn ودي مهمة قوي ممكن يبقى الماضي منها بال-ed وممكن يبقى غير منتظم بال-t ليه رياحك يعني ممكن تبقى بال-ed وممكن تبقى learned بال-t يتعلم وteach يعلم عشان دي عاملة مشكلة جمدة جدا أو يعلم يعني والماضي منها taught وده برضو فعلا غير منتظم طب إيه الفرق يعني ما ينفعش أقول المعلم علمنا نعمل كذا فأقول learned us لأ learned us دي learn يعني أنت تتعلم لكن أقول the teacher taught us المعلم درس لنا المعلم علمنا خلاص فدي مهمة جدا ما تقوليش بقى the teacher learned us لأ طبعا أو أقول لك درس لهم كذا teach them teach them the lesson درس لهم الدرس ما أقول لكش learn them درس learn دي يعني تعلمهم تعلمهم مش يعلمهم خلي بقى أو يدرس لهم عشان بس يبقى الواضح اللي أنت ممكن تخلي دي يتعلم وتخلي دي يدرس عشان تقدر تفرق ما بينهم ما تتلغباتش count يعد و calculate يحسب دي يعد واحد اثنين ثلاثة اربعة لكن دي يحسب يعني خمسة زائد عشرة على سبيل المثال مية على الخمسة decalculate لكن مش هقوله count them لا أنا هقوله calculate them تمام ننتقل للجزء اللي بعدها تدريبات على الكلمات اللي عندنا choose the correct answer from A, B, C or D طيب Tourists like to visit space sites السياح بيحبوا يزوروا space sites حاجة المواقع ايه بقى المواقع bad سيئة ancient القديمة new الجديدة modern الحديثة مظبوط الموضوع واضح جدا ancient القديمة او الاثرية برافو number two Egypt is full of space buildings so we should be proud of our beloved country مصر مليانة بالمباني المفروض التاريخية ده لأننا مستشفه طبعا من الاختيارات so we should ينبغي علينا ان احنا نكون proud يعني فخورين of our beloved country بوطنونا الحبيب أو بلدونا الحبيبة فنعايز حاجة تاريخية طبعا historical مزبوط جد number three we knew our directions well because we had a space احنا عرفين اتجاهاتنا كويس لاني احنا معانا ايه we had a space space ما سافر ايه اللي معانا map خريطة mob mat mood طبعا انا عارف اني خريطة مفوط انا حافظها map مزبوط جدا number four محمود likes to go space awoke every friday فناخد اني go مع اي حرف جر ايوه go for a walk يذهب ليتمش go for a walk every friday مزبوط جد محمود بيحب ان يذهب ليتمشة او للتمشية كل جما number five an or a او زي ما اقول a or an space is a person who works with tourists and tells them information about different places طبعا او بيحط لي ايه او او اان عشان ما يدلنيش على الكلمة لاني لو هي كلمة تبدأ بحرف ساكن انا بحط ايه ولو كلمة تبدأ بحرف متحرك هو بيحط and فهو هيحط لي تحت كلمات تبدأ بحرف ساكن وكلمات تبدأ بحرف متحرك وانت بقى عيش مع نفسك tour جولة ولا guide المرشد ولا assistant قولنا المساعدة او المعاون او البائع عشان بس اللي بقى عارفين ان المعنى ده بيبقاش مكتوب في اكتاب وdetective اللي هو المحقق الاجابة طبعا ايوة لان هو الشخص اللي بيقول معلومات عن بيشتغل مع السياح وبيغبرهم معلومات عن الاماكن المختلفة فده يبقى طبعا tour guide او guide بقى لاش اقول tour guide لان هي عندكو بس guide يبقى a guide تمام جد لكن لو جد tour guide مع بعض ما فيش مشكلة يبقى هو مرشد سياحي برده وguide لوحدها مرشد سياحي عشان بس بقى وضحت لحسن يلعب يعني بيها في الامتحان معانا ويقولك tour guide طلبة تقول احنا ما اخذناش tour guide لا احنا عارفين tour guide اللي هي مرشد سياحي على بعضها او guide فقط جميل number 6 some children are space so the police are looking for them بعد الاطفال جرالهم ايه مش عارفين لذلك البوليس بيبحث او رجال البوليس بيبحثوا عنهم يبقتاه lose ولا losing ولا lost ولا loses لسه اخذنا من شوية واخذنا من شوية قلنا lost that's right bravo ننتقل للنقطة اللي بعد كده number 7 نشوف رحت المكتب التزاكر لكن مين اللي في المحطة اللي داني تذكر خطأ انت رحت الشباكي بقى الشباكي الشخص المعاون المساعد او اللي بيبيع التزاكر فاحنا هيكون guide ولا assistant ولا tourist ولا detective احنا قلنا طبعا guide مرشد assistant اللي هو المساعد او المعاون او البائع والtourist السائح والdetective المحقق الاجابة طبعا assistant bravo number 8 we need a space احنا محتاجين ايه and a visa وفيزا اللي هي التأشيرة to travel to other countries لنسافر الى البلدان الاخرى محتاج ايه محتاج تأشيرة والتأشيرة ملزوقة في جواز السفر يبا انت محتاج guidebook كتاب استرشادي ولا guide محتاج شخص مرشد ولا محتاج tour جولة ولا محتاج passport جواز السفر مضبوط طبعا جواز السفر you can't buy what you need because all the shops are space today it's sunday طبعا برا يوم الحد المحلات بتقفل فبقى بقولك انت مش هتقدر بتشتري اللي انت محتاجه لاني المحلات كلها تكون مغلقة الصفة بقى بتاعت مغلقة closed ولا closed ولا opened opened ولا opened طبعا opened و opened دي ماناش علاقة بيها لحنا عايزين اما closed اما closed طبعا احنا عارفين انها closed لاني هي دي الصفة اللي معناها مغلق جميل جدا number 10 a space helps you to get more information about a place you visit ايه هو اللي بيساعدني اعرف او احصل على معلومات كتير عن المكان ان انا بزوره notebook دفتر عادي يعني او كشكول زينا نقول ولا headline اللي هو العنوان او رأس الموضوع ولا book كتاب ولا guidebook كتاب استرشادي طبعا كتاب استرشادي a guidebook helps you مضبوط جدا to get information about a place you visit معلومات عن مكان انا بزوره طبعا اللي بيدياني guidebook number 11 horgetta is very popular space many tourists او عايز اقول انها زي ما نقول معروفة لدى تمام مين بقى لدى السياح العديد من السياح الغرداء ايوة popular ايوة ويذ مضبوط برافو احنا خدناها جميل جد number 12 and the last point اخر جزئية في الشايسز معانا النهاردة how often do you go space a tour وطبعا دي مميزة شوي تمام يتارى go at ولا go in ولا go on ولا go for ايوة احنا لسه واخدناها مع prepositions go on a tour يذهب في جولة كم مرة تذهب في جولة انك تتجول في الاماكن السياحية على سبيل المثال او انك تطلع تتمشى في المكان برافو 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 وانتقل للجزئية اللي بعد كده تعالوا نشوف اللغويات اللي عندنا اللي تخص طبعا سؤال لازم نبقى عارفينه جدا اللي هو سؤال situations سؤال المواقف ومش بس سؤال المواقف يا جماعة خلي بالي انها ممكن تجيلي في الديالوج لاني ممكن نجيبلي الديالوج موقف زي الموقف اللي بيجي في ال situation فانا هبقى مطالب ان انا استخدم نفس اسلوب الاسئلة تاني بكرة ان الجزئية بتاعة language functions مش بس خاصة بسؤال situation في الامتحان لا دي برضو خاصة بسؤال الديالوج طيب asking for recommendations طلب التوصيل عندي اول اسلوب هنقبله ان انا بحط ادات استفهام زي what aware do you suggest زائد فاعل subject اما يكون اسم صريح او ضمير ينوب عنه زائد الفاعل في المصدر تقترح ان دي معنى do you suggest اول بقى مثلا what do you suggest we do ماذا تقترح ان نفعل نحن نفعل to be better at english لكي نكون افضل في اللغة الانجلينية where do you suggest we go اين تقترح ان نذهب to buy souvenirs لنشتري هداية اسكرية يبا عندي الاسلوب هو ودي المثال ودي المثال اخر عندي do you recommend هل توصي بي وحط بعدها ناون اسم اسم عادي او اسم من الفعل اللي متضفل ان جي ويجي بعدها subject فاعل plus infinitive فاعل في المصدر تعالوا كي نشوف do you recommend reading اي ناون هنا متضفل ان جي verb ان جي ناون بس هو اسم برضو do you recommend reading هل تقترح قراءة او هل توصي بقراءة this book هذا الكتاب ادي ناون ناون الفاعل اللي انا بسأل عنه do you recommend النون تمام تعالوا كي نشوف الجزء اللي بعدها do you recommend we go swimming هل توصي بالزهاب ان نحن نذهب الى السباحة ادي جو ادي الفعل و جاي بعدي الفعل في المصدر طبعا و جاي بعدي ing verb ان بدفل ing يبعد do you recommend we go swimming هل تقترح او هل توصي بالذهاب للسباحة ان نذهب نحن للسباحة يميل الاجابة yes that's a very good idea عنا بتفاعل وهو yes you should حط بعد شود المصدر yes you should go yes you should read وهكذا you should read these books عسب المسال اللي انا اجاو بهنا طيب what's the best place او what's the best way to ويجي بعدها المصدر وباقي السؤال ما هو افضل مكان او ما هي افضل طريقة لكي دعو كان نشوف بردو عندي اسلوب آخر is there a good place to ويجي بعدها المصدر مدام عندي تو what's the best way to keep my health ما هي افضل طريقة لكي وحافظ على صحتي على سبيل المثال يعني هنا I'm looking for a recommendation أنا ببحث أو asking for recommendations أنا ببحث عن أو بطلب توصية is there a good place to visit in the city هل يوجد مكان جيد لزيارته في المدينة برضو نفس المثال عندي الاسلوبين همت والمثالين عليهم نستكمل مع بعض giving recommendations اعطاء التوصية I recommend بلاس ناون أو برضو ناون من الفعل بالضفل وعين جي فاعل زائد المصدر I suggest برضو ده أوسي أن أو أقترح أن هنا I suggest طبعا I recommend أنا أوسي بي أو أوسي أن وهنا I suggest أنا أقترح أن verb بالضفل وعين جي له برضو هيبقى اسم على فكرة من الفعل أو فاعل والمصدر موضوع سهل the best place to زائد المصدر is كذا you can ويجي بعدها المصدر كالعادة ثاليا نشوف أهمة أربع طرق للrecommendations giving of recommendations وهذه الأربع طرق عندي على الأربع أمثلة عندي على الأربع طرق الموجودين I recommend you فاعل في المصدر watch زي ما احنا اتفقنا يجي بعدها اسمي يجي بعدها فاعل واسم في المصدر هذه الفاعل you وهذه الفاعل في المصدر watch I recommend you حطت you يبقى تحط الفاعل في المصدر ما حطتش you حط الفاعل متضفل وعين جي I recommend watching لو أنت عاست أولها كذا لكن حطيت فاعل تحط الفاعل في المصدر تفقنا يبقى I recommend watching ياما تقول I recommend you watch this TV program it's interesting هو شايل جد طيب I suggest اسمي متضفل وعين جي فعلي يعني متضفل وعين جي عشان يبقى اسم أو فاعل زائد المصدر طيب I suggest visiting طيب لو قلت I suggest you I suggest you visit our friend علي our friend علي in hospital علي في المستشفر تمام يبقى برضو I suggest you visit أو I suggest visiting our friend علي in hospital علي في المستشفر جميل the best place to والفعل في المستشفر أو the best place to try traditional Egyptian food is the restaurant opposite the museum أفضل مكان تجرب في الطعام التقليدي الشعبي المصري هو المطعم يكون هذه إزهي يكون المطعم أمام الذي يوجد طبعا أمام المتحف You can buy a guidebook at the tourist information center بتقدر تشتري guidebook من مركز المعلومات السياحي طب لونا عايز عمل accepting ها 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 بل التوصية I accept recommendation يما تقول that's a good idea انت بتقبل مش بتقول yes ونو يعني انت بتقبل أو مش بترفض يعني غالبا ان انت اللي طلبت that's a good idea فكرة جيدة أو بقول okay just okay is the right answer بتخيل ان انا وكذابتو كيف امتحنا تكون ايجابتي صحيحة تمام تعالوا نشوف اسئلة على situations write what you would say in each of the following situations اكتب ماذا ستقول في كل موقف من المواقف التالية طيب number one you ask your father's recommendation you ask your father's recommendation about the best place to spend your weekend خلي بالك ان انت اللي بتطلب توصية من بباقلين هو بيقول لي write what you would say انت اللي بتقول دايما خلي بالك مش الشخص هو اللي بيقول عشان في نسبة لغبة من موضوع ده هو ديقول لك طب ما هو ممكن شخص تاني اللي بيقول لا لا هو بيقول لك write write what you would say in each of the following situations طيب you ask your father's recommendation about the best place to spend your weekend انت طلبت مما باقل توصية عن افضل مكان تقضي في او تقضوا في عطلتكم الاسبوعين طيب انت طلبت البست place حلو طب ما احنا مردين كذا حاجة سؤال عن ال best place هنقوله زي what's أيوة the best place to spend our weekend hour لاني طبعا هنا you were عطلتكم انتو لان انت مش تروح لوحدك ممكن تقولها معي لو انت هتروح لوحدك لكن خلينا our weekend يبقى جابتي صحيحة جدا what's the best place to visit أو to spend to spend our weekend ما هو افضل مكان لقضاء عطلتنا جميل جد your younger brother اخوك الصغير asks about the best way to study English هذا السؤال ده أنا كنت بقول عليه اخوك الصغير بيسأل عن افضل طريقة لمذاكرة الانجليزي ما تجيب ليش بقى اسلوب اخوك يعني ما تجيب ليش هنا تقول لي اخويا بيقول كذا لا انت ردك عليه ايه انت هترد اخوك جي سألك وقال لك ايه الطريقة الافضل انتعلم بانجليزي كده فهمنا ما تجيش بقى تكتب لي الطريقة اللي اخوك سألك بيها لا انا عايزك ردك انت لان انا بقول لك write what you would say اكتب ماذا ستقول جميل يبقى انا انت برضو كاتب لي the best way طب ما انا هقول له the best way to study English الله جميلة جدا is وحط انت تحفظ كلمات كتير لاني دي لغة وكل ما تحفظ كلمات هتقدر تتكلم اسرع لكن الgrammar ده ممكن ايتي تشاري صلى حولك لكن اهم حاجة ان انا يكون عندي حصيلة كلمات يبقى the best way to study English is to memorize انا مطلب ان احفظ على فكرة memorize ممكن تبقى بالز بحرف الز وممكن تبقى بالس ما فيلاش مشكلة جمال لو انت شفتها بالس او بالز فاش اي مشكلة ده شغل بقى American or British طعب your sister recommends going to her gara اختك بتقترح الذهاب للغرداء انت تعملين انت ترد تقول اي انها لا فكرة جيدة سحل برافو سمعتك that's a good idea بس كت شفت مش هتقولي بقى اختي بيتقول كذا لا 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 انت اللي بتقول انت ترد لا تقول اي number four you ask your teacher ابوص انت اللي بتسأل you ask your teacher to recommend you a way to learn new english words طريقة اللي تتعلم بها كلمات جديدة تسألوا بقى طيب وي برضو عندنا وي طب ما نخليها what's the best way ما هي اهي what's the best way to learn new english words الله برافو that's right what's the best way to learn اهي اخو ده من هنا to learn new english words وحط عم تستفهم انا سألت what's what's the best way وخلص وضوح سهل يا جماعة وممتاز جدا وبسيط جدا number five you recommend a sport to do in her garden انت بتقترح الرياضة معينة لنفعلها في الغرداء قول لي انت recommend يبقى i recommend حلو جدا i recommend اي هتحط that يبقى تقول لي بعدها subject صح كده ايوة لا هتحط that يبقى i recommend that ايوة احنا بقى we يميل نذهب للسباحة طيب go swimming in her garden that's right that's a good idea i recommend that we go swimming in her garden عايز تغير swimming يسيط تخليها scuba diving عايز تخليها snorkeling خليها زم انت عايز شوف الرياضة انت عايز ايه يبقى i recommend that we go swimming in her garden انا مدام حطت ذات لازم احط بعدها subject فاعل سواء كان اسم صريح او ضمير ينوب عنه انا اقترح ان احنا اني نحن نذهب للسباحة في الغرداء number six you are asked انت اطلب منك to suggest انك تقترح a place to visit on friday مكان نزوره او يزوره او نزوره كلنا في يوم الجمعة I suggest مدام انه بيقول لك انت اقترحتي بقى انا اقترحتي انا اقترح I suggest we go to the وحط بقى المكان او to وحط اي مكان بس انا اخترت مكان سهل هنا تعالوا كده نشوف انا قلت the pyramids I suggest we go to the pyramids انا اقترح ان نذهب الى الاهرامات واحد اين هيقول لي to the zoo حضقت الحيوان اولى اللي انت عايزه مفيش اي مشكلة اقتراحك وانت حر فيه هتقدر افتكتب اسم المكان اكتبه مش تعرف تكتبه اختار حاجة سهلة بيك عشان بس تقدر تكتبه في الامتحان عشان ما تحس بلاكش ما تحس بلاكش spelling mistake خطأ كتابي تمام هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا ياريت ما ننساش like و share وما نحرمش الخير الغير ياريت كمان ما نحرمش الخير فعلا ولا الغير ياريت كمان ما ننساش subscribe في القناة ونفعل زر الجرس متنساش نفعل زر الجرس عشان دايما نجيلك notification بكل حلقة جديدة احنا نزلناها ممكن نسيب أسئلتنا على الهاشتاج easyengleasy على فيسبوك ولو بحست بنفس الهاشتاج ده يا جماعة على أي على أي مكان أقدر أبحث فيه زي أي متصفح ده اللي نقصده سواء إن كان جوجل أو إن كان تويتر أو فيسبوك هتلاقي كل الحلقات السابقة اللي اتنشرت من easyengleasy أو من قناتنا أتمنى يا رب أننا نكون في التوكوم كان معكم مستر طال بنا من قناة easyengleasy والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة